موسيقى مشاهدنا لنا وسهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها ابرز واخر اخبار الاقتصاد بداية استهلت بورسة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع اداء ايجابية حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.11% ليستقر عند 13862 نقطة وكان مؤشر مازي قد اغلق تداولات امسنا الاربعاء بتسجيله خسارة بنسبة 0.34% كتبت الصحيفة الالكترونية الايطالية لوبينيوني ديلي لبيرتا اليوم الاربعاء ان المغرب يشهد ثورة صناعية تجذب عددا كبيرا من الاستثمارات في عدد من المجالات لاسيما البنيات التحتية والطاقة وكتبت الصحيفة ان المغرب يتمتع بموقع جغرافي متميز في البحر الابيض المتوسط وتعززه استراتيجية اقتصادية وجيوسياسية تستقطب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين والمالين وفي مقال بعنوان المغرب تجارة ناشئة والصدامة طاقية تطرقت الصحيفة الى ميناء طنجا المتوسط الذي يعد قطبا صناعيا رئيسيا مشيرة الى انه منذ سنة 2007 اصبح منصة لوجيسية متطورة تم باوزود توقيع مذكرة تفاهم من اجل تكوين شباب منطقة اوزود في مهان وتخصصات الرقمن وذلك بهدف تعزيز الاندماج السوسي اقتصادي للشباب في هذه المنطقة وتادف المذكر التي وقعها كل من رئيس رئيسة مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدهمة باهي جسيمو والوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة غيث مزور والمدير العام لمؤسسة المغرب نوميريكا كلوستر شفيق الورياغلي وممثل صندوق اليداعي وتدبير مهدي الكتاني الى تكوين شباب اوزود في المهانية الرقمية في افق امكانية تشغيلهم في المجال الرقمي والنهوض بالتنمية السوسي اقتصادية للمطقة شهدت سعار النفط استقرارا في تعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد موجة بين بيع عفوا خلال الليل في وقت يحكف فيه المتعملون على تقييم ضعف الطلب لجانب الارجائي المحتمل لدخول مزمع لمسيد من الامدادات لسوق الشهر المقبل وهكذا ارتفعت العقود الاجلة لخام بيرنت الشهر لشهر نومبر 9 سنتات او 0.12% الى 72 دولارا بعد انهوت الى 1.42% في الجلسة السابقة استقر تسعر الثهب اليوم الخميس في ذل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الامريكية والتي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حشم خفض سعر الفائدة المتوقعة هذا الشهر وسجل الثهب في المعاملة الفورية 2494 دولارا للأقيا فيما تراجعت العقود الامريكية الاجلة للثهب بـ 0.1% الى 2524 دولارا نكتفي بهذا القدر مشاهدنا الكرام نلتقي بعد قليل في مجزل اهم الانباء نشكر لكم حسن وطيب المتابعة الى اللقاء